تكلمنا النهاردة عن الجفوة ما تخلوش بينكم وبين أحبابكم جفوة عارفين ليه؟ لأن اللي بيملك جفوة دي بينك وبين أحبابك إذا أنت خدت المبادرة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وخيرهما الذي يقطع هذه الجفوة على طول هتحس بأن ربنا بيجري خير على قلبك وهتحس بأن ربنا مدد ربنا بينزل عليك عايز تحس بمدد ربنا ما تسيبش شريك حياتك تلتهم المسافات ما تسيبش شريك حياتك يتراكم عليه التراكمات ما تخلوش يتردم تحت التراكمات أنت لو عملت كده أنت أحييت قلبي إنسان إيوه تسيب حد الجفوة تلتهمه لأن لو التهمته الجفوة هيحس أن حياته ومشاعره ومحبته التهمتها شيء هو مش شايفه ولا حسه ولا قادر يمسكه وبيحس أن شريك حياته كان هو بالنسبة له ما بيسويش حاجة لو إنك أنت بس ركست وقلت لشريك حياتك كلام حلو وامتنت له وحاولت بقدر الإمكان تكون قريب منه وتعملوا أشياء جيدة ربنا سبحانه وتعالى هيكرمكم يا رب اجعلنا من أهل الإرادة ومن أهل القدرة أن نحن نزيل المسافات بكرمك وجودك يا ربنا اللهم أكرمنا بمددك لنقطع هذه المسافات ونكون دايما من أهل البركات البركات يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بالود على الدوام يا رب العالمين